تغيرات مناخية غير عادية حول البراكين انهيارات طينية وانهيارات أرضية هكذا حصل في عدة دول وبعض الدول تجدد فيها الثوران البركاني مثل أيسلندا وذلك مع انطلاق تدفقات الحمام البركانية للمرة الخامسة منذ عودة النشاط البركاني في المنطقة في عام 2020 بعد أن ضل خامدا لنحو 800 عام وارتفعت الصهارة إلى السطح في شبه جزيرة ريكيانس واستمر ثلاثة أيام وقد ثار بركان تويا وهو بركان ذو قمة مسطحة وجوانب شديدة لانحدار بعد أسابيع من النشاط البركاني وفي اندونوسيا ثار بركان ميرابي أحد أكثر البراكين نشاط في جزيرة سومطرة وأطلق رمادا بارتفاع وصل إلى 1300 متر من فواته وذلك بعد ستة أسابيع من الثوران السابق الذي أسقط ضحايا وذكرت الوكالة الجيولوجية في اندونوسيا أن البركان الذي يقع في جزيرة سومطرة الغربية ثار مرتين ودعت إلى إجلاء السكان في نطاق أربعة كيلومترات من مركز الثوران مع احتمالية تدفق حمام بركانية في الأنهار والوديان اليابان أيضا كان لها نصيب من هذه البراكين حيث ثار بركان في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوس بمحافظة كاوشيما ولم تذكر السلطات اليابانية بشأن وقوع أي إصابات وفي عقاب ثوران البركان رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير من النشاط البركاني مطالبة بعدم الاقتراب من فوهة البركان ومن البراكين إلى العواصف الثلجية أحد الظروف الخطرة التي يمتلكها فصل الشتاء انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في الولايات المتحدة جراء عاصفة ثلجية مع توقعات بتعرض ولايات عديدة لحالة من الشلل جراء تراكم الجليد وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة ستجلب ثلوج كثيفة ورياح عادية وعواصف إلى الغرب الأوسط الأمريكي مع توقع وصول درجات الحرارة إلى مستوى خطير من التجمد عبر جبال الروكي والسهول مثيرة المخاوف حيال تكرار سيناريو العاصفة الثلجية المدمرة في نهاية عام 2022 التي حولت المنازل والمنشآت إلى قوالب الثلجية مسفيرة عن عشرات الوفيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر